السلام عليكم يا شباب معاكو فاروق واهلا بيكم في فيديو جديد في البداية لو بتتفرج على الفيديو ده دلوقتي فعايز اقولك ان القناة الاساسية بتاعتنا تم تهكيرها وتم اخفاقها او حسفها من اليوتيوب عموما وحاليا جار التواصل مع دعم يوتيوب في محاولة لاسترداد القناة الاساسية مرة تانية وطبعا الموضوع كبير وفيه تفاصيل كتير جدا ومحتاج فيديو لوحده علشان اشرح لكم ازاي تم الاختراك لان اللي عمل كده فريق محترف وعلى كفاءة عالية لان الاختراك تم القناة اليوتيوب بس لكن حساب جوجل المرتبط بالقناة شغال معايا طبيعي وبدون اي مشاكل وبقدر اغير الباسورد بتاعه وكمان اقدر اغير اعدادات الامان وده بيثبت ان المختركين ناس محترفين مش هو وعارفين هم بيعملوا ايه وانا حاليا شاكك ان الاختراك تم عن طريق ملفات الكوكيز لكن برضو لسه متأكدتش كويس ولما اجمع معلومات كاملة عن الموضوع هعمل لكم فيديو كامل اشرح لكم فيه ايه اللي تم بالزبط من وقت ما تم تهكير القناة وعمل بس مباشر عليها بدون علمي وبالتالي حاليا هنرفع كل الشروحات والفيديوهات على القناة البديلة دي لحد ما نشوف حل المشكلة وفي خلال الايام اللي فاتت والايام اللي جاية هحاول ارفع الفيديوهات والشرحات اللي كانت موجودة عندها على الكمبيوتر على القناة هنا لان القناة الاساسية كان عليها اكتر من الف وميد فيديو وطبعا مش كل الفيديوهات دي موجودين عندها على الكمبيوتر لان حزفت منهم فيديوهات كتير اول فلو حضرتك بتشوف الفيديو ده ياريت تشترك في القناة دي واتفعل الجرس علشان توصلك كل الشروحات والفيديوهات الجديدة لحد ما نشوف موضوع القناة الاساسية وهل هترجع تاني ولا لا وفيديو النهاردة هيكون الجزء التاني من شرح التعامل مع مكتبة واللي كنا بدقناه في الجزء الاول اللي فات ولو ما شفتش الجزء الاول من الشرح فانصحك انك توقف الفيديو ده وتروح تشوف الجزء الاول علشان تفهم كويس احنا بنتكلم عن ايه وكمان تعرف اهم الاكواد والاوامر اللي تكلمنا عليها وشرحناها وهسيب لك رابط الجزء الاول في وصف الفيديو لكن لو كنت شفت الجزء الاول من الشرح فتابع معايا الفيديو ده لاننا هنكمل فيه شرح باقي النقط الخاصة بالتعامل مع مكتبة اي ام ام سي دي ال وخلونا دلوقتي نروح للنقطة اللي بعد كده في شرحنا وهي ليه برامج السوفت وير ممكن تستخدم مكتبات خارجية ومنها طبعا مكتبة اي ام ام سي دي ال وانت شغال في مجال سوفت وير الموبايل هتقابل برامج وادوات كتير بتستخدم مكتبة اي ام ام سي دي ال سواء كانت برامج مجانية او برامج مدفوعة وهتلاقي المكتبات دي داخل مصار تثبيت ملفات البرنامج اللي عندك وممكن تكون بصيغة اي اكس اي او بصيغة دي ال ال زي ما قلنا في الفيديو اللي فات وبرامج السوفت وير في الاغلب بتستخدم مكتبات اي ام ام سي دي ال لاسباب مختلفة لكن بالنسبة ليا اعتقد ان فيه سببين مهمين جدا والسبب الاول وهو ان المكتبات اللي زي كده بتكون مكتبات مجانية ومفتوحة المصدر على موقع جيت هب وبالتالي مطورين البرامج بيقدروا يستخدموها مجانا ويدمجوها داخل برامجهم وبيتم تطويرها باستمرار واصلاح المشاكل اللي فيها من مجتمع المطورين على موقع جيت هب والسبب التاني وهو توفير الوقت والمجهود لان المكتبات دي بتحتاج وقت ومجهود كبير لتطويرها واضافة العمليات لها وبالتالي مطور البرنامج يقدر بسهولة يستدعي المكتبات دي داخل الاداء او البرنامج بتاعه وكمان يستدعي كل العمليات الموجودة فيها ويتعامل معها عن طريق الكود بدون ما يكون مضطر انه يبني مكتبته الخاصة من البداية خالص وكنا تكلمنا عن الموضوع ده قبل كده في فيديو اهم ادوات وبرامج ميديا تيك المجانية وهسيبلكو رابط الفيديو في الوصف تحت لانه فيديو مهم وهيفيدكو جدا وانصحكم انكم تشوفوه وخلونا دلوقتي نروح لاخر نقطة معنا وهي ازاي برامج السوفت وير بتستخدم مكتبة اي ام ام سي دي ايل وازاي بتتعامل معها من خلال اكواد البرمجة ولو سمحت سيب اللي في ايدك وركز معايا بص يا باشا لما بتشغل اي اداء عندك بتدعم اجهزة كوالكم سواء كانت اداءة مجانية او مدفوعة وبتختار براند الجهاز وكمان بتختار الموديل بتاعه وبعدها تختار العملية اللي انت عايز تعملها سواء كانت عملية حسف حماية FRB او عملية فورمات او حتى هتتخطى حساب شاومي وبعد ما بتختار العملية اللي انت عايزها بتضغط على تنفيذ او start في البرنامج وبعدها البرنامج بيبدأ في تنفيذ اوامر العملية اللي انت اخترتها ودي الخطوات اللي انت متعود عليها وبتعملها دايما على البرامج والادوات اللي عندك لكن السؤال بقى ايه العمليات اللي بتتم في خلفية البرنامج نشتغل عليه بيستدعي مكتبة اي ام ام سي دي ال وبينفذ الاوامر والعمليات اللي فيها بص يا معلم خلينا ادي لك مثال عملي اوضح لك بالفكرة العامة وكمان اوضح لك آلية العمل وطبعا الموضوع بيكون اعمق من كده وبيحتاج انك تكون دارس برمجة علشان تقدر تتعامل مع المكتبات دي عن طريق كود البرمجة لكن انا هحاول ابسط الموضوع وسهله عليك واشرح لك الجزء اللي احنا محتاجين نعرفه ودلوقت ركز معي في الميسوب دي او خلينا نقول البلوك ده تحديدا وهنا مكتوب الامر مينس بي وعرفنا في الجزء الاول وفي الفيديو اللي فات ان الامر ده بييجي بعده رقم الكمبورد بتاع الموبايل او الجهاز المتوصل بالكمبيوتر وبالتالي المتغير اللي بعده هنا بيكون متخزن جواه معلومات الكمبورد ومنفذ الاتصال الخاص بالجهاز وبعدها هنلاقي الامر مينس اف او سلاش اف وعرفنا برضه ان بييجي بعده اسم ملف اللودر او ملف بروك فاير هوس يعني المتغير اللي بعده هنا هيكون متخزن فيه اسم ومعلومات ملف اللودر طيب تمام كده خلونا بقى نروح للامر اللي بعده وهنا هنلاقي الامر داش اي وبعده مكتوب اف ار بي واحنا عرفنا ان الامر ده واللي هو داش اي او مينس اي بيرمز لعملية الاريس او المسح وبنكتب بعده اسم القسم او البرتيشن الموجود في سيستم الموبايل واللي عايزين نعمله اريس ومسح وهو هنا قسم او منطقة اف ار بي يعني المسود او البلوك ده كامل كده بيحتوي على امر مسح منطقة اف ار بي من الموبايل علشان نتخطى حماية اف ار بي بعد عمل اريس ومسح البرتيشن اف ار بي وبنفس الطريقة دي نقدر نتعامل مع باقي ملفات الجهاز اللي معانا سواء كان موبايل او تابلت ونقدر نعمل مسح واريس لمنطقة يوزر داتا علشان نفرمت الجهاز ونعمله عادة ضبط المصنع ونحزف من عليه ريموز افل الشاشة والنمط وده شرح مبسط لقالية عمل برامج السوفتوير وازاي بتستخدم اكواد مكتبة اي ام ام سي دي ايل في بعض العمليات المهمة زي عمليات الفورمات وعمليات حسف احمد اف ار بي وتخط حسابات جوجل طيب دلوقتي فيه سؤال هل انت مضطر انك تعرف كل المكتبات دي وتحفظ الاوامر والعمليات الخاصة بيها طبعا لا لانك مش مضطر تعمل كده ولانك تقدر تشتغل على البرامج والادوات اللي عندك سواء كانت ادوات وبرامج مجانية او برامج بوكسات ودونجولات وتختار وتضغط على اي عملية مدعومة على البرنامج اللي عندك وبعد كده البرنامج او الاداة اللي انت شغال عليها هتتكفل بعمل كل الحاجات اللي قلناها دي في الخلفية وبدون اي تدخل منك وكل اللي انت هتعمله هو انك هتضغط على زر العملية فقط لكن انا هدف الاساسي من الموضوع ده هو انك تعرف من خلاله كام حاجة مهمة واولها انك تكون فاهم قلية العمل وازاي العمليات والاكواد دي بيتم تنفذها في خلفية البرنامج علشان تكون فاهم الدنيا مش هزال مش مجرد زر هتضغط عليه وخلاص والحاجة التانية ان يكون عندك مهارة التعامل مع مكتبة EMMC DL وده في حالة انك احتاجت تعمل اي عملية لجهاز كوالكم معيك سواء كان موبايل او تابلت ومش عندك بوكسات او برامج سوفت وير كفاية والحاجة التالتة وهي ان يكون عندك مهارة التعامل مع الاكواد البرمجية اللي زي كده لانها هتفيدك جدا خصوصا لو حبيت تدخل عالم البرمجة بعد كده وتبرمج ادوات صوفت وير من تطويرك وبس كده وطبعا لو استفدت من الشرح ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس ولو مش عجبك الشرح يبقى احنا اسفين اننا ضيعنا وقتك على الفاضي واشوفكم على خير الفيديو اللي جاي ان شاء الله سلام اشتركوا في القناة